بندر يقول في وضع المذياع أو الرادو يعمل على ذات القرآن طول الوقت سواء كان هناك أحد يستمع له أو لا يستمع له ويكون فيها أحيانا تلاوات قرآنية وأحيانا يكون أحاديث وغير ذلك فما حكم ذلك؟ هذه المسألة هي من باب الوسائل وهذه قاعدة عظيمة وما كان من باب الوسائل فلا تدخله البدعة ولا السنة وإنما يكون للوسيلة حكم مقصدها فإذا كان مقصدها حسناً صارت الوسيلة حسنة المقصد واجب وتعينت هذه الوسيلة صارت الوسيلة المعينة واجبة وهكذا وإذا كان محرماً كانت محرمه هذا معنى قول العلماء بأن للوسيلة حكم مقصدها فتشغيل المسجل عذاعة القرآن أو على مسجل أو على جوال أو على وسيط اكترون معين في التلاوة دائمة أو في أحاديث دائمة ونحف ذلك هذه كلها بابها الوسائل ومقصودها التذكير وكذلك أيضاً هلو بركة كتاب الله عز وجل؟ يعني ما الفرق بأن تقول لأهلك أو بعض أهل بيتك أكثر من القرآن قراءة القرآن في البيت وبين أن يتلى في هذا البيت طبعاً أكيد في فروق نتكلم على المخرج النهائي وهو وجود هذه التلاوة لا شك الذي يقرأ هذا عبادة بحد ذاتها وله فيها أجر عظيم هذا القارئ بخلاف المسجل فهو يختلف وليس مكلف هذا المسجل فلا يعني وجود الفروق أن الأحكام تختلف المقصود هو ظهور هذا الصوت هذا هو الجامع بين الأمرين فهذا لا بأس به فهو من جنس المشروع وأما وجوب الاستماع فالذي عليه كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم أن الاستماع ليس واجباً نعم هو مستحب ومفضل أن تستمع لكنه ليس واجباً يستمع من عبر يستمع من مر يستمع من جلس في هذه الصالة أو في هذا المكان تستمع إلى آيك كامل هو أنت في ذهابك وإيابك تذكرك وتحيي قلبك وكل هذه فوائد فإذا كان من باب الوسائل فهي متاحة وإذا طردنا هذا لا حرمنا وضع الأشياء المذكرة في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الأقمار الصناعية وأشياء كثيرة لا فرق الحقيقة في هذا بين هذه المسائل الأقرب إذن والأصح في هذا أن هذا جائز ولكن يندب ويستحب أن يستمع إلى كتاب الله من غير تفريض في بقية الحقوق والواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الإنسان في بيته لأهله أو للمرأة على أهل بيتها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر